اشتركوا في القناة وخمسين من افراد الشرطة المستجدين والذين شاركوا في الدورة التأسيسية لاعداد وتأهيل رجل الاطفاء والتي تضمنت محاضرات نظرية وتدريبات عملية من بينها كيفية التعامل مع الحرائق والمواد الخطرة ومسببات الحريق والاليات المستخدمة لمنع انتشاره وكيفية استخدام طفايات الحريق بمختلف انواعها كما تم التدريب على الاسعافات الاولية وفن سياقة المركبات الخفيفة ومركبات الاطفاء الثقيلة حفل التخريج الذي شهده اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام تخلى له تقديم عرض ميداني تضمن ابرز التمارين التي نفذها المشاركون بعدها اشاد رئيس الامن العام بما شاهده من مستوى متقدم واداء ميداني ومعنويات لدى الخريجين وفي ختام الحفل قام رئيس الامن العام بتوزيع شهادات اتمام الدورة على المشاركين متمنيا للجميع التوفيق والنجاح